مرحبا بكم في موعد جديد من أنا الشاهد في حلقة هذا الأسبوع نصلت الضوء على مجموعة من القضايا الإنسانية والاجتماعية التي وثقتمها كالعادة أنتم مشاهدين بكاميراتكم الخاصة أهلا بكم أنا وفاء زيان طلاب من اليمن يعتبرون أنفسهم منسيين في ألمانيا فما هي الأسباب من ليبيا انعكاس رفع الدعم عن المحروقات والسلع بين مؤيد ومعارض نستمع إلى بعض الشهادات ومن نصر من السويس مجموعة من هوات التصوير مصممون على إصال شهادات نبدأ من ألمانيا حيث يشتكي طلاب بعثات من اليمن من أهمال دولتهم لهم هكذا يقولون وعدم كفاية مستحقاتهم المالية ويحتاج كثير من هؤلاء منذ عدة أشهر للمطالبة برفع المنح المالية المخصصة لهم لمزاولة تعليمهم العالي بما يتناسب ومستوى المعيشة في ألمانيا هذا من ضمن مطالبة أخرى المزيد في تقرير فيصل من اليمن محدثكم فيصل رسل الشرجي طالب دكتوراه في جامعة لايبسش الألمانية أنقلكم هموم ومعاناة الطلبة اليمنيون في ألمانيا عددهم ما يقارب الألف طالب يتوزعون في كافة الجامعات الألمانية ومراكزنا بهذا لا تخلوا لوحة شرف من أسمائهم فهم بالأساس هم أوائل الطلبة وأوائل الثانوية العامة اليمنية أرسلتهم الحكومة اليمنية للدراسة في الجامعات الألمانية وتناسب غلاء المعيشة في هذا البلد فهي تعطيهم مرتبات لا تكاد تكفي للمصاريف اليومية تتركز الهموم والمشاكل أولها قلة المرتبات حيث أن المرتب المعطى من قبل الحكومة لا يكفي الطالب لمصاريفها اليومية والشهرية وما عليه من التزامات وثانيها أن المرتبات تصلوا بالدولار في بلد يتعامل باليورو فيذهب فارق الصرف بجزء من المرتب ثالثاً كالمعروف في كل بقاء العالم كالولايات المتحدة المرتبات في نهاية الأسبوع وكالاتحاد أوروبي المرتبات في نهاية الشهر لكن حكومتنا ترسل المرتبات كل ثلاثة أشهر ومع ذلك تصل متأخرة جداً فيترتب على الطالب الكثير من الغرامات التأخير حيث يأخذ البنوك جزء من الغرامات لسداد المستحقات واستكمالاً للمعاناة فقد قامت السفارة بتوقيف بعض الطلبة بشكل تأسفي وبدون وجهها مع أنهم لم يخرقوا قوانين الابتعاد ومع ذلك وبما أننا في بلد ديمقراطي فقد حاولت الطلبة استعادة حقوقهم بشكل ديمقراطي عن طريق الاعتصام في السفارة ولكن لا حياة لمن تنادي فقد تطور الأمر وقاموا بإغلاقها نهائياً للفت الانتباه إلى معاناتهم الإنسانية التي لم تحرك الحكومة لها ساكناً لقد توقفوا عن المطالبة والاتصال بكل منظمات المجتمع المدني والمجتمع الإنساني للمطالبة بحقوقهم بعيداً عن المهاترات السياسية بعد أن طرقت طلاب كل الطرق القانونية والحضارية ورفع مذكرات لكن المقابل نموغهم بإهمال وتقصير من وزارة التعليم العالي من ما اضطر الطلاب أنهم يغلقوا السفارة وهذا كان إقراء الاضطراري يعني إحنا غير راضلين وغير قابلين أنه نغلق السفارة لكن إحنا متطرين لأنه مننا ما بترجعش إلا بهذه الطريقة اعتصمنا بسبب إهمال وتطنيش وزارة التعليم العالي لمطالبنا بالرغم من رفع العديد من المذكرات من الملحقية الثقافية والسفارة اليمنية في برلين إلى وزارة التعليم العالي ووزارة الخارجية إلا أن وزارة التعليم العالي قابلت كل هذه المذكرات بتطنيش وإهمال تام فمطلبنا الآن الوحيد هو عودة كل المستحقات المالية كاملة لكل الطلاب المستحقين من تاريخ القطع دون شرط أو غير قمنا بتسعيد الاعتصام إلى إقلاق السفارة ومنع الموظفين من دخولها حتى يتم التجاوب من الداخل ولكن للأسف الاعتصام لا زال مستمر ولم نجد أي تجاوب من اليمن يعاني الطلاب هناك من مشاكل كثيرة من هذه المشاكل لأخطر المنح عن موعدها المحدد وانقطاع المساعدات والمنح عن طلاب المستحقين عدم حصول الطلاب المستحقين والذين لديهم هنا في ألمانيا من سنتين إلى ثلاث سنوات على المنح ما هو رأيك في الاعتصام الجاري الآن في السفارة اليمنية في برلين؟ يغفل الدستورة اليمني والدستورة الألماني الحق لأعتصام المشروع لهؤلاء الطلاب وما أعتصام هذا في السفارة إلا ناتج عن عبء كبير تحمله هذه الطلاب من قبل الحكومة اليمنية ما هي رسالتك للحكومة اليمنية؟ رسالتي للحكومة اليمنية الإسراع في حل قضايا هؤلاء الطلاب لأنهم هم عمود اليمن وهم من سيبنون اليمن الجديد كنا معكم من أمام جامعة لايبشيش الألمانية فيصل الشرجي نقلنا لكم هموم ومشاكل الطلبة اليمنية في ألمانيا ولمعرفة رد السفارة اليمنية على هذه الاتهامات اتصلنا بالمستشار المالي الذي أخبر برنامج أنا الشاهد بأن السفارة رفعت تقارير عن هذه المشاكل إلى وزارة التعليم العالي والجهات المختصة وهم في ارتدار الرد في ليبيا لا يزال قرار رفع الدعم عن المحروقات والسلع التموينية يثير جدلا واسعا بين السكان بين مؤيد ومعارض محمد أبو زيد يعرض في تقريرها التالي تداعيات هذا القرار الذي أثار استياء الكثير من الليبيين لنستمع إلى بعض الشهادات التي يوثقها من هناك إطار السياسة العامة للحكومة الليبية المعقدة تعتزم الدولة في القيام بعديد من الإدراءات والتي من بينها استبدال الدعم السلعي بدعم النقدي ويبقى السؤال لماذا هذا التباطئ من الحكومة في تحسين مستوى المعيشي للليبيين ولماذا لا تبقى الدعم وترفع مرتبات الليبيين وتعجل بتوظيف الشباب وتلتح القروض الميسرة للزواج والقيام بالمشاريع السغلة والمتوسطة خاصة أن معدلات النفط ردعت إلى معدلات طبيعية وأسعار النفط عالية وليبيا بها غيرت من كثيرة والله بالنسبة لموضوع الدعم بالنسبة لرأيينين شوفين ما زم تقول بيعطوا دعم للمواطن البسيط هذا الدعم بياخده بياخده من هنا بيستهكهنية وممكن هو بيزيد ينضر أكتر حمتها كاد ترى أن المواطن اللي بي أفتقري لبعض السياد فرضا ويعاني من ألف حاجات في اللي زم تقول مأجر في اللي كذا ضروفة زم تقول يختم هنا في طرابلس هو من سكان منطقة أخرى بيجي هنا وكذا وطبع لما بيصير الدعم هذا بتغلى كل شيء بتغلى الحكاية على المواطن وفي حالة الرفع الدعم واستداله بدعم النقدي هل يستطيع المواطن البسيط تنظيم مصففته كيف هو المواطن يفتقر لكثير من الأساسيات في حياته اليومية من مسكن وملبسن ومشرب فمن الطبيعي أن يعود ما يفتقره بما تحصر عليه من بديل نقدي فيقع مرة أخرى ضيحها ضحية نحاجته في المواد الاستهلاكية خصوصا بعدما تم رفع الدعم السلعي ووقتها سوف تزيد مصارفه وبالتالي تزيد مأساته بل ورفع الدعم عن المحروقات لن يجدي نفعا خاصة وأن ارتفاع سعر الوقود لن يكون عادل على بعض سكان المدن البعيدة التي يحتاج يوميا من المواصلات من العاصمة إلى خارجها وبالتالي سوف تزيد أجرة رقوب المواصلات وأيضا بالنسبة لأصحاب السيارات الخاصة سوف تزيد مصاريفهم من حق الليبيين جميعا أن يتنعموا بخيرات النفط وأن يعيشوا بكرامة وبرفاهية من الخيرات بلدية كان معكم محمد أبو زيد لبرنامج أنا الشاهد مجموعة كاميرا السويس هم هوات تصوير كان هدفهم الأول توثيق مشاهد من مدينة السويس ولكن وبعد اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير تحول اهتمامهم إلى تصوير ما يجري من مظاهرات وتحركات شعبية كمال مكي أحد أعضاء هذه المجموعة يتحدث كيف أثر عملهم على حياة أعضائها البالغ عددهم عشرة ألاف شخص السويس مدينة انفرض بمواقعها الجغرافي انفرض بالتاريخها وكذلك انفرض شعبها بكل جديد التقينا على الفضاء الافتراضي في مواقع التواصل الاجتماعي على حب مدينتنا فابتدينا نجمع صور قديمة لمدينة السويس وقررنا ان احنا نصور كل الاحداث اللي احنا عايشينها وانسبها بحيادية لأحفادنا وأولادنا علشان هم اللي يحكموا على تاريخ بلدهم مجموعة اختلفت أعمارهم واختلف مستوى تعاليمهم لكن اتفعوا كلهم على حب مدينتهم قاموا بأعمال منها توصيقية ومنها اجتماعية تواصلوا على عرض الواقع ونقلوا تجربتهم الى صفحات الانترنت لتكون شاهد على تاريخ مدينتهم من معارض لتصوير الاحداث لمشاركة في فعاليات اجتماعية لمشاركة في فعاليات تظهر جمال مدينتنا ومن خلال الافراد دولة نقدر نعرف احنا عملنا كمال ميكي كاميرا السويس من خلال موقع الفيسبوك التواصل الاجتماعي حولنا اللقاءات الافتراضية الى اللقاءات على ارض الواقع كاميرا السويس النهاردة بتدرسط كل ما هو جميل في محافظة السويس من خلال الكاميرا بدأنا نبعت نقول فيها رسالة ما بقتش تصويره واكتف هنا بذلك يعني لا بقت رسالة احنا بنوصلها لكل المسؤولين وكل جمهورية مصر العربية بنحكي فيها ايه هي السويس السويس بلد السمود السويس بلد الثورة احنا النهاردة كاميرا السويس من خلالها قدرنا نعمل معرضين معرض قصة ومدينة ودي بتحكي بصفة خاصة عن سمود وكفاح السويس المعرض الثاني عملنا مصر في قلبي النهاردة كاميرا السويس اصبحت لها شأن كبير جدا من خلال المحاضرات اللي بتعقد الدولات التدريبية النهاردة اصبح في كاميرا السويس اعضاء وصلوا الى الاحترافية من بعد ما كانوا هو النهاردة بان اعضاء في الجامعية الامريكية للتصوير اتحاد المسورين العرب بقى لها شأن كبير نتمنى ان هي تدوم ويكون هناك ما هو اجمل لانترصدوا عدستنا حسن زازو جروب كاميرا السويس اتجمعنا اول لقاء لنا كان في منديال للشباب 2009 ده اول حدث سجدنا في السويس وبين طبعا احنا عرفين السويس كانت هنا شوية تستورة في مصر فاتجمعنا برضا في تسجيل احداث واحنا بقينا الاعلام البديل او اعلام الاعلام الموازي اللي ما كان بتنزل حاجات الصورة في التلفزيون ويقول احنا بننزلو على الفيس بالواقع وكل يوم بصوره وكل يوم بأحداثه فاحنا كنا في قلب الحدث وتجمعنا في هذا الصورة وتعرفنا اكتر ببعضنا يعني كان فيه ناس كنا نعرفها على الفيس ومش كفنا هاش كنا في ارض الواقع في الصورة وكنا نتجمع كل واحد ماسك مكان في السويس وسجلناها الحمد لله وسجلنا الصورة كلها لجروب كامرة السويس وفيه قناوات فضائية برك اخب Subst cell نأتي الجزء لسجلنا اماكن الاسرية في السويس كلها كان فيه ناس في السويس لا نعرف اماكن السيئ فالحمد لله سجلناها وسجلنا المنازل الابتل 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 وكل الاماكن الاسرية في السويس سجلناها بحيس بقى قدية برك لولادنا بعد كدو ان شاء الله هشام سمير قامرا أنا عايش في الكاهرة بلدي السويس بتابع أخبار من مدينة وكل الأحداث اللي بتحصل فيها عن طريق جروب كاميرا السويس وساعات بنضم اليوم في بعض المناسبات كمال محمد كاميرا السويس أنا بحب التصوير وقاية التصوير كنت بحب أصور وأنزل أصور المناطق الجاملة في السويس والجروب شجعني على كده وأمر يشام كاميرا السويس أنا معتز من كاهرة وأصولي من السويس فكنت دائماً بطامن على أحداث السويس من خلال الكاميرا معتز محمد عضو كاميرا السويس أنا عضو في كاميرا السويس من دمن فعالية كاميرا السويس اللي احنا اشتركنا في اليوم العالم للتصوير وهو الفوتووك الفوتووك هو يوم عالمي بنزل فيه أغلب دول العالم عشان يصوروا والحمد لله اشترك فيه أكتر من 60 عضو انتقلت السويس من المحلية العالمية بيرفع صور السويس ككل على الموقع العالمي وكده جميع الدول شافت السويس أحمد يشام كاميرا السويس فدينا نوصق من المباني فدينا نوصق من أشخاص حتى نكون شاهد على عصرنا للأجيال القادمة نتركوا بحيادية ليحكموا علينا كمال مكين السويس هي طفلة في العاشرة من عمرها ومع ذلك فهي كاتبة وخطيبة وحازت على عدد من الجوائس في مجال كتابة رواية الأطفال يتحدث اليوم إلى سدينا الشيشاني من الأردن وهي تنضم إلينا الآن عبر سكايب سدينا متى بدأت الكتابة بشكل جدي أو لنقل احترافي ومتى عرفت أن لديك هذه الملكة؟ بدأت بالكتابة منذ كنت في الصف الأول ولكن قصصي آن ذاك كانت تستقروا لإكتمال عناصر القصة وقد كتبت أول قصة مكتملة للعناصر في الصف الثالث وقد كانت عن الصباح هل هذا من الموضوعات التي تتناولينها دائما ما هي الموضوعات الأخرى؟ أنا أكتب قصة لي عن مواضيع كثيرة معظمها عن الأخلاق كالأمانة والأخرى كالمساكل التي تواجهها القصة ما الذي جعلك تتجهين إلى الكتابة القصة القصيرة بصفة عامة سادنا؟ أحببت كتابة القصة القصيرة للأخلاق لأنها تلصيبني فهدانة بالخيال أما قصة الكبار فأنا لا أظن أني سأكون مجيدة في الكتابة وهل هناك مثل أعلى ربما أو نموذج تتطلعين إلى السير على خطاها ربما في المستقبل؟ في المستقبل أود أن أكون أكثر كاتبة في العالم وأن تترجم قصتي إلى عدة لغات كي يتعمل فائدة جميع الأطفال وفعلا يتم العمل على ترجم أصباب من قصتي لللغة الشخصانية بتوصية من تائب رئيس رابطي السابق سيد أدوارد مكاين وهل هناك مثل أعلى كما ذكرت تريدين السير على خطاها في المستقبل؟ هل لديك مثل أعلى؟ أجل والدتي هل والدتك كاتبة أيضا؟ أجل لكنها تكتب روايات للكبار؟ تكتب للصغار وللكبار نعم، هل وجدت أن سنكي ربما يشكل عائقاً أمام كتابة هذه القصة؟ هل وجهت أي صعوبات ربما؟ وجهت عوائق كثيرة منها أن معظم القصات ومعظم لجانب الحكيم كانت تستبعد قصة في المسابقات لأنهم كانوا يقولون أن القصة فوق عندي أي أن أحداً ما كتبها لي والدتك أنا نعم، أعطينا فكرة عن القصص التي كتبتها في السابق هل كانت هذه القصص تتناول موضوعات معينة؟ ما هي أشهر الجوائز التي حستي عليها أيضا؟ قصة لا تتناول موابع محددة، ولكنها في الأغلب تكون عن الحيوانات الناطقة هناك جوائز عدة فصت بها كالجائزة التي فصت بها في مصابقة الأميرة فينا للقفولة بتعاوم مع مؤسسة عبد الحميد جون نعم، حدثيني هل تكتبين كل يوم؟ هل لديك وقت معين؟ تقومين بخط بعض الأفكار أو المعلومات؟ عندما أخذ الشكرة تأخذ وقتاً حتى تنتظ لي أفكاراً عدة حتى أكتب بها قصة فيها نعم، وكيف ترين نفسك لنقل بعد عشر سنوات من الآن؟ أنا أخذ قد أصبحت كافة سورة، وكذلك والدتي سادنا أشيشاني شكراً على انضمامك إلى برنامج أنا الشاهد، ولكن قبل أن تغادرين نود أن نستمع إلى بعض الفقرات من إحدى الروايات التي كتبتها هذه ستكرة من إحدى قطة بعنوان زي من المسلمة التي كتبتها خصيصاً لبرنامج المسكس الصغير على التلفزيون الأردنية أشكت كلهم في تنجبادي وميز صرفاً من أطراف البصار، وبعد أن أمسكا جيداً، صارا إلى الغيمة وأدخلات الأسماك خلصة إنسان حدث ما توقعت هميز، فعندما أخذت الأسماك تسبح، داخلها ضغضغتها حركتها بالداب الأمر الذي جعلها تصرخ وهي لا تكف عن الضحك، ها 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 ها، تصفي، تصفي عن حركة أن ينسى الأسماك في النهاية، وبعد صف طويل، أطلقت الغيمة سراح البحيرة والأسماك، فقد أدت الدردغة السديدة إلى تساقط دموعها، فأمطرت بحيرة وأسماك ملونة وعندما شاهد الناس ذلك المنظر الغريب، دهشوا وتحدثوا عنه طويلة، ولم يكن أحد يعلم تساك تلك الغيمة إلا ميز، جندي باد وكلما شاهد الناس غيمة سوداء أقاتل من سرقوه، غيمة مسمكة، غيمة مسمكة بهذه المقتطفات من رواية سدينا الشيشاني ننهي حلقة هذا الأسبوع نحن بانتظار المزيد من مشاركاتكم على بريدنا الإلكتروني شاهد at bbc.co.uk أو عبر صفحتنا facebook.com forward slash bbc Arabic شاهد لا تنسوا أرسلوا لنا شاهداتكم عن موضوعات قد تعرفونها أنتم وتجهلها كاميرات المرسلين أنا الشاهد دائما بانتظاركم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر